السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله انه ذكركم بالاحتفال بالمولد النبوي غدا ان شاء الله في مسجد الاشراف شارع 17 في المؤطم من صلاة العصر يعني اتصلوا معنا العصر او اتصلوا معنا المغرب واللي عايز يصلي العيشة مفيش مانا واللي مش عايز يصلي العيشة معنا برحمة لان الدكتور علي جمع عمل احتفال في الازهر بعد صلاة العيشة ففيه كثير من المحتفلين معنا حينصرفوا بعد المغرب عشان يلحقوا يصلي العيشة في الازهر لكن اللي يحب يقعد معنا مفيش مانا اللي يحب نروح معاه الازهر برضو مفيش مانا حتى ولكن الاحتفال اساسه حيبقى بين العصر والمغرب ان شاء الله بحس يصلي العصر واللي عايز ينصرف ينصرف واللي عايز يقعد ممكن نقعد احنا نقول شوية حاجات كثيرة الكلام اسمه بيخلص لكن المهم يعني يؤثر وربنا سبحانه وتعالى يعني يرحمنا جميعا وينور بصائرنا وينفعنا بمعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره اما بعد نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاري ابو شجاع في ثقه السادة الشافعية نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين فصل في ذكر شيء من الاعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر هذا الامر هام كثير من الناس ما تعرفش ايه هي النجاسات الشرعية على التفصيل تيجي تسأله ما هي النجاسة ويبقى راجل مسلم مثلا عنده مثل 50-60 سنة يقول لك البلو البراز وخلاص ويسك لا لازم يعرف ايه هي النجاسات على التحديد لان احنا مطلوب اننا نتحرى اننا نبعد عن النجاسات الثوبي والبدن والمكان حتى تصحي صلاتنا لان من شروط صحة الصلاة تهارت الثوب والبدن والمكان من النجاس يبقى لازم تبقى عارف ايه هي النجاسات بالتحديد والتبطيل علشان تحمي نفسك وعباتك ده قالوا ان الفرق بين المسلم وغير المسلم التحرز من النجاسات يعني ذكروا الفرق الحسي الفرق الحسي مش المعنوي المعنوي فرق كبير لكن الفرق الحسي بين المسلم والكافر هو التحرز من النجاسات الحسية والتحرز من النجاسات المعنوية يعني فيه اخلاق في القلب اشد من النجاسات الحسية كالحرص والحسد وعدم الرضا وعدم القناع والطمع اشياء كثيرة في القلب بتبقى اشد وانشان كده ربك قال وذاروا ظاهر الاسم وباطنه باطن الاسم اللي هو ما في القلب وظاهر الاسم مع الاشياء اللي هي بتبقى ظاهرة في الحس فالنجاسات ده باب هام للمسلمين يعلموه وكثير من الاطباء ساعات يبقوا معانا ما يعرفوش مثلا ان العثارة اللي طالع من المعدة دي نجس وما يعرفش مثلا ان المية اللي محيطة بالجنين بعد ما بيولد ما تولد الست يقولك القرن يتش قرن يتش يعني مية كتير تنس دكتور النسا ما يعرفش ان دي نجس للأسف انا شفت اطباء نسا كتير ما يعرفش يصلي بيهدومه دي مبلولة طب دي نجس هيسة ايه لو صلى بيها وفي مكان عمله بيسماء نجسة مهنة يعافي عنها لكن ساعات يكون خلص شغله وعنده استياء وعنده امكانية ان يغير ثوبه وبيصلي في غير مكان عملي ففي الحالة دي لو صلى بثوبة عليه الحاجات دي تبطل صلاة فلازم يبقى عارف انها نجس يعني دي اشياء حاجات بسيطة لكن الواحد يعرف ايه هي النجسات وايه هي المعفوات نجسة لكن مها معفوة وانواحها والحاجات دي هامة جدا من الابواب الهامة في التفل ما هو اللي هو القيء القيء ده نجاسة زي القشط بتاع الطفل الصغير مش يقشط يقول لك الواحد قشط يقشط يعني تغير بعثرة المعدة وعادة مرة اخرى من الفم فنجس عند الاحناس ينقض الوضوء القيء نفسه كمان ينقض الوضوء لانه نجاسة خرجت من مخرج ينقض الوضوء ولو كان هذا المخرج غير معتاد اللي احنا في عندهم نظروا للنجاسة مطلقا وخرجا فاعتبروا ان خروج النجاسة من اي مكان في البدن ولو من مخرج غير معتاد ينقض الوضوء يبقى نظروا للخارج ولم ينظروا للمخرج والشافعية نظروا للخارج للمخرج فقط والملكية نظروا للخارج والمخرج هيجي التفصيل ده ان شاء الله في نواقر الوضوء فالباب ده باب هام لان الواحد بيفجأ ان كثير من الناس مش واخدين بالهم تبقى بعض المرضى عامين عملية وخارج منهم اثار دمه واثار عملية وحطت المصحف جنبه والمصحف المفروض من اداب المصحف انك انت تحترز من النجاسات انها تلمس المصحف لانه المصحف مش يمثب نجاسة ده لا يمثب مستقذر طاهف فما بقى لك نجس يعني لا يليك مست المصحف حتى بمستقذر طاهر يعني مثلا ما يصحش انك تبقى لي ريئك كده باسباعك وتقلب سطحات المصح لان الريق مستقذر صحيح يا طاهر لكنه مستقذر طب انت بقى لي ايدك كده بريئك وحط وامسح بيها ووش زميلك يزعل منه صح ولا لا يقولك ايه يا اخي القرف ده مستقذر القرف ده يعني مستقذر واخد وقالك يبقى لي جوز انك تمثت المصحف تبقى كده وتقلب الكتب التانية اه قلب بالطريقة دي ما يجرش انما المصحف لا افرد المصحف ورق ولازق هات مية طهرة جنبك كده وبل ايدك بيها وقلب ورق المصحف انما مش بايدك مش بيريقك يعني كل الحاجات دي الواحد يفهمها وهو بيتعامل مع كتاب الله عز وجل وبيتعامل عشان يبقى كده حلوة المسلمين في التعامل مع وسلوكهم لان السلوك المسلمين هو ده اللي دخل الناس في دين الله يأفواجه فالاسلام نعم ينتشر بالسلوك دي الحقيقة المستشريقين هم اللي بيحاولوا يتهمون التهمة دي قبل فالاسلام انتشر بحلاوة سلوك المسلمين بس كل ما يبقى سلوكك كده فيه جمال وكل ما تبقى اخلاقك فيها كمال تلاقي الناس تنجذب اليك وتحب الحاجات دي فيسألوا عن دينك يبقوا عايزين يبقى زي وكده انتشر الاسلام ثم معظم بلاد المسلمين بهذه الطريقة يقول فصل اي هذا فصل ومناسبة هذا الفصل الذي قبله مشاركة الدابغ للماء في التطهير لان احنا ايليين ان احنا لما بنتكلم في الطهارة فالطهارة لها وسائل ووسائل وسائل اش كده برضو وسائل الطهارة الماء والتراب والدابغ في الميتة جلود الميتة تتبغها تطهر يبقى الدابغ ده من وسائل الطهارة كده برضو الدباع والاستحالة اي تحول الخمر الى خل يطهر يبقى دي من ضمن وسائل الطهارة الاكثار من ضمن وسائل الطهارة الاكثار يعني عندي ماء اختلط بنجاسة ماء قليل اختلط بنجاسة اكثر عليه مية لما يبقى فوق القلتين طهر يبقى بالاكثار يطهر اواروح كابب المية دي في مكان فيه تنك ماء واسع كبير يقفر لان الماء اللي هو فوق القلتين عنده قوة على دفع النجاسة ما لم تغير طفا من صفات لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء فيبقى وسائل الطهارة ايه هي لما يجي يسألوك كراجل مسلم بقى فتحت البلاد وجاهدت كده وكلنا عايزين نجاهد ونغزو كده ونفتح بلاد الكفار ونجمع بقى الكفار نقول لهم تعالوا يا كفار حنعلمكم الاسلام ما وربنا ليه مأخر نصرة المسلمين عشان الجنود المجاهدين لو دخلوا البلاد دي فاتحين ما عندهمش علم يعلموا للناس فينتصروا ليه بقى فليكوا قاعدين مرزيين يتعلموا الاول والله يا ربنا مأخر الجهد لا هذا السبب لأن ربنا يقولوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ماذا كده بردو كان حقا علينا يعني ربنا اللي أوجب على نفسه لا يجب على الله شيء عقله لكن هو سبحانه اللي أوجب على نفسه ذلك تفضلا سبحانه طيب ما احنا هو بنقول اننا مؤمنين تبوا ليه ما بينصرناهش يعني القرآن بقى مفهوز صدق لا فيه صدق يبلع فينا شوفت انت زي ما قلتلك الجنود العراقيين لما دخلوا في الكويت عملوا ايه وهم دخلوا بلد مسلم انتهكوا الاعراض وسرقوا البيوت وكسروا الدنيا زي الجيوش الكفار ما بتخش نفس السلوك السلوك ما تغيرش يا بقى ربنا ينصر ليه دي يوم يجب لك بوش يكسر ما ربك بيسلت أبدان على أبدان سبحانه فلازم نتعلم عشان نرجع زي الصحابة كانوا يقولوا على الصحابة ايه رهبان بالليل فرشان بالنهر امتى بقى ان يبقى الجيش عندنا كده ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ان يغلى بـ 12 ألفا من قلة هات 12 ألف كده رهبان بالليل فرشان بالنهر والله يحربوا الكرة الأرضية في معارض كثيرة وقف المسلمين 3000 قدام 200 ألف اقرى فتحات الشام وفتحات العراق وانت تتعجب تتعجب من الكثرة العددية للعدو وقلة عدد المسلمين وانت صار المسلمين مع قلة العدد والعتاس تتعجب لان ربنا هو لنصرهم سيدنا عمر كان يبعث للقوات ويقول لهم اعلاموا ان معاصي معاصي الجيش اخطر على الجيش من عدوه كان يبعث للقوات ذاته يقول لهم كده طب احنا بيعلموا الناس كده في الجيش يقول لك في الجيش قول طيب وكسر الاوام قول حاضر وكسر الاوام كده برضه يعني ما اططعش ما اططعش في الفعل لكن باللسان يعني يعلمك النفاق ده اسمه كلامه يبقى عارفت بقى لازم نتعلم امورنا من اول و جديد نتعلم دلنا من اول و جديد نتعلم علشان نفيد نفسنا اولا وبعد ان ننقل هذا النور اللي ربنا ادهلنا بلغتنا من غير ما نتعب فيه خالص احنا ما بزرناش اي جهد ولا دفعنا اي تمن انت عشان تدي درس رياضة لابنك ولا درس انجليزي لابنك بتدفع في الحصة الشيء الفلان صح ولا لأ وفي الاخر الكلام فارغ اللي بياخده بيتخرجوا من الجمعة ما بيعرفوش اي اقرأ صفحة قرآن وبتدفع دم قلبك و سيدنا رسول الله دانا الخير الدنيا والاخرى ما طلبش مننا قبل فلازم بقى تبزل مجبوط تتعلم النور ده بيبقى احنا قلنا وسائل التهارة احفظهما الماء وعرفنا اقسام المياه في الجلسات السابقة الاربع اقسام وقلنا ان فيه قسم خامس كان المفروض يجيبه وما جابوط كل ده احنا فصلناه يبقى الماء من وسائل التهارة الحاجة الثانية التراب فتيممه صعيدا طيب يبقى التراب ثالث حاجة الدابغ رابح حاجة الاستحالة الدم ناجس يتحول في الزبية الى مسك يبقى المسك طوال اصله دم يعني المسك اللي بتشوف ده اصله دم في الزباء في بعض انواع الزباء دمهم ينعقد ينعقد في حتة معينة في غدة كده فيهم وبعد كده يتحول الى مسك فيطهر بتحوله الى المسك بعد ما كان اصله ناجس ماء دم فاتبالك ازاي يبقى الاستحالة من وسائل التطهير اللبن طاهر اصله من بين فرط ودم لبنا خالص استحالة الدم الى لبن فطهر يبقى اللبن طاهر مش تقول لي ده جاي من دم بقى يبقى ناجس لان كل ما يخرج منه ناجس ناجس لا لان في حاجة اسمها الاستحالة من وسائل التطهير القمر تتحول الى خل تطهر يبقى الخل طاهر تبقى لك دي وسيلة من وسائل التطهير اسمها الاستحالة الاستحالة غير الاستحالة عند المناطقة اللي هو المستحيل فالاستحالة جاي من التحول فالاستحالة جاي من التحول وعند المناطقة الاستحالة جاي من المستحيل وهو ما لا يتطور ثبوته لذاته كشريك للبارد يسمى مستحيل فهمت زي فهيبا الاستحالة عند المناطقة جاية من المستحيل العقل والاستحالة عند الفقهاء جاية من التحول فتجد لفظ واحد عند الفقهاء يستعمل باستعمال وعند المناطقة يستعمل باستعمال أخر والأخير من وسائل الثهارة الإكثار انت راجل بقى هتجاهد وتخرج بسبيل الله تجاهد في الجيوش ويبقى معاكم المية قليلة وبعدين انت بص تلاقي يجي لك طائر في السماء يموت ويغطس في المية في تنك المية ينجف وبعدين مش ماقول نرمي المية دي نهدرها ده احنا في الصحراء هنرميها نعتش نموت نقوم نعمل ايه نجيب التنك ده نكوبه على التنك التاني عشان نخلي التغير اللي حصل بملاقات النجاسة يزول بالاكثار فاذا زال يبقى نستعمل المية كلها فانت زي بقى دي وسيلة اخرى من وسائل التهارة والاكثار بتحتاجها في امور يعني قد تحتاجها في امور كثيرة انت سيقول من تعد في مصر جنب النيل بتفتعل عنا فيها المية بتنزل مش محاسس بالحاجة دي لكن لا تحتاجها في امور كثيرة فهنا سيكلمك على نوع تاني طب وايه بقى وسائل الوسائل اصلي عندنا قاعدة بيقولك ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد كل الكلام ده الشيخ قاعد يقولهولك قبل ما يقولك تتوضى ازاي لان انت حتتوضى محتاج وسيلة الوضوء وهو الماء تعرف انواع الماء ايه صح فيوم يبتديلك بالمية الاول انواحها ويقسمها لك ويعلمك وبعدين المية دي هتجيبها ازاي هتجيبها بكفك ولا هتجيبها فئناء هتجيبها فئناء يوم يجب لك كتاب الاواني بعدها لان الاوانية هي وسيلة الوسيلة الانية وسيلة الوسيلة انا الوقت هنشرب هنا انا جايبن لنا النهاردة ايه نعنا ولا ينسون الينسون ده هو هو اللي احنا هنشربه ده المقصود له وسيلة جات لنا بيه اللي هو الكوب ده صح ولا لا لولا الكوب ده كان حيجيلي ازاي حيجيلي ازاي حلقطه ازاي كده بيبقى لازم يجيب لك باب الانية شوف بقى الفقهاء بيفكروا ازاي الحلوة بتاعت الفقهاء على الشكل كده لما تيجي تدرس الفقه في الكتب تجد ان الفقهاء كان عندهم يعني المعية وزهن رائق بتقسيم الابواب انت راجل بتفكر ساعد بصطحية عشان التعليم بتاعنا تعليم مفوش نورانية اللي وضعوا اللورد كرونر في اول هذا الزمان عشان يضرب التعليم الدين وعشان يبعد الناس عن القرآن وعن اللغة العربية فتعليم مفوش نورانية فالناس بتتخرج عندها سطحية مهما بلغ من شاهدات بتلاقي عنده سطحية والله بنشوف اطباء عنده سطحية في التفكيس معينه طبيب وعقلية كويسة لكنه سطح في التفكيس ليه لانه مسكين وفيش نورانية التعليم فيش البصيرة قس البصيرة دي بتنتقل بالبركة اللي هما ما يعرفهاش الكفار اللي يقول عليها العلماء الاسناد انك انت تاخد الحكاية عن شيخ والشيخ عن شيخ والشيخ عن شيخ بالمشافهة كده كان زي ما يقول لك شيخ عمود شيخ العمود ده اتعلم من شيخ العمود اللي قابله شيخ العمود اللي قابله تعلم من اللي قابله لحد الصحابي لحد النبي لما قاعد يعلم الصحابي فتبص تلاقي سلسلت النور شغال كده ده اسمه الاسناد الاسناد ده ما فيش امة من الامم تعرفه الا امة المسلمين وبهذا الاسناد حافظ ربنا لنا الدين كانت وسيلة حفظ الدين هو الاسناد والوسائل تأخذ ايه حكم المقاصد فاذا كان حفظ الدين واجب فيصير الاسناد واجب لان الوسيلة لها حكم المقصد هم ليه لعبوا في دينهم والانجيل الوقتي كل شوية يقول لك طبعة مزيدة منقحة واخد بالك ليه مزيدة منقحة يعني كل شوية يفصل حاجات ويشيل حاجات ويحط حاجات نعرف احنا نعمل كده في القرآن ده يخربوا بيتنا ده انت لو شلت بس لفظة واحدة يلموا كل المساح يحرقوه ليه بالاسناد يا سيد حفظ القرآن يقول لك الحق ده الطبعة دي فيها صفحة نقصة الحق ده جابوا ربعة قبل وربعة عرفنا منين من حفظ القرآن يبقى احنا محفظناش على ديننا بتمتبعه ده احنا حفظنا على ديننا بالرجال بالاسانيد بقلوب الرجال وعشان كده كان صفة امة النبي في الكتب السابقة يقول لك انا اجيلهم في صدورهم شوفت بقى يبقى وسائل الوسائل زي ما قلنا وسائل الوسائل ايه هي الاني الاني والدابغ لاني في فرق بين الدباغ والدابغ الدباغ هو الفعل ذاته المرض انما الدابغ هدبغ بايه بقى هدبغ بشطة بعصفر بملح ولا هدبغ بايه يسموه الدابغ يسموه وسيلة الوسيلة دائمت ازاي طب امال هي المقاصد الطهارة يبقى الطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل وسائل مقاصد الطهارة هي الوضوء والتيمم والغسل وازالة النجاس مش كده برده هي دي المقاصد بتاعك انا مقصدي بعد مدرس ده كله ايه ان انا اتوضى وان انا اغتسر وان انا اطهر ثوبي وازيل النجاسة منه وازيل النجاسة من بدني بالاستنجاء كل الشغلة دي كلها شوف ابواب قد اتفتحت كل ده عشان قبل ما يقولك ازاي تتوضى شوفت الفقه ماشي ازاي مرتب ازاي شوفت انت ام عندها عقلية مرتبة مثل امة المسلمين عشان تعتزب اجدادك اللي هم عايزين يهزوا ثقتك فيهم ما هم الوقت عايزين يهزوا ثقتنا في تراثنا واحنا اللي علمنا الناس التفكير امة الاسلام مش تعصب ده حتى المنصف منهم يقولوا كده امة المسلمين هم اللي علموا الناس ازاي يفكروا وعلموا الناس الاسانيد كانت الامة مستبقة ما عندهمش اسانيد عشان كده دعت الاناجيل منهم ودعت الطورة وحرفت ما كانش عندهم اسانيد يحفظوها اقدم انجيل بينه وبين سدنا عيسى امتين سنة مجاهيل يعني لو ثبت عندنا حديث عن رسول الله بهذه الصورة نعتبره موضوع حديث موضوع يعني الانجيل بتاعهم ده بالنسبة لنا موضوع لان بينهم سدنا عيسى امتين سنة ماتعرفش تلعب في المتين سنة دي مين مين قال بقولوا لاننا عرفنا في القرآن ان سيدنا عيسى قطي الانجيل فنحن نعرفه الإنجيل الإسمة لكن الإنجيل ذاته مش موجود على وجه الأرض الإنجيل بتاع سبنا إيسا ده مش موجود على وجه الأرض يقال أن في نسخة قديمة أقدم من النسخ المتاحة فيها صفة نبينا موجودة في الفاتيكان هيخرجها سبنا المهدي محمد بن عبد الله في آخر الزمان في الفاتيكان لما يفتح الفاتيكان إن شاء الله عشان يقيم عليهم الحجة من كتابهم نفسهم لكن تعملين فعلى شك كده لازم تحرص أنك تطلب العلم على الشيخ إنما مش تقول لأنا هجيب الكتاب كده وعد كده أمد رجلي كده وعد أرى ينفع تبقى مهندس وتجيب كتب الهندسة تقرأ بعين تروح تبني بيوت للناس والله هتتهدى على دماغك قبل ما تتهدى على دماغ الناس مع أنك حفظ الكتب لكن لازم تروح تشوف المهندسين مشايخك اللي قبل كده الأدام تهمت إزاي ينفع الجراح يقعد يقرأ الجراحة كده يحفظ الكتاب ويخش يفتح في العينين هيعمل أرافة جنب العينة بتاعه لكن لازم يروح يساعد الجراحي وهكذا مش معنى في أمور الدنيا بتاخدها بالأسانيد في أمور الدين مش هاي تاخدها بالإسناد ليه وعلى شك كده اللي خدوا أمور الدين من غير إسناد خلفوا الإجماع ليه لأنه اعتمد على فهمه وكل إنسان له فهم الطريقة شكل فتبصت لأيه بدالي فهمه دالي فهمه دالي فهمه دالي فهمه دالي فهمه دالي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما تخرجش عن الإجماع وعشان كده كل اللي خرجوا عن الإجماع تدور على أسانيدهم تجد لا إسناد لهم عقله المعتزلة أول من اعتمدوا على عقلهم إيه أسانيدهم عقلهم ما لهمش مشايخ فأتبالك فخلفوا أهل السنة والجماعة الإمام محمد محمد وقف ضد المعتزلة ليه الإمام محمد محمد ليه مشايخه خد الدين على المشايخ فعرف يقفوا الدم وصدوه والإمام الشعبي يوقفوا وصدوه وغيرهم والأوزاعي وغيرهم وغيرهم صدوهم إزاي بالأسانيد يقول لك الكلام اللي انتو بتقولوه نحن ما نعرفوه نحن فهمنا دينا بالطريقة كذا فهمت إزاي فلازم تفهم بهذه الصورة فطل أي هذا فطل ومناسبة هذا الفطل للذي قبله مشاركة الدابغ للماء في التطهير يبقى الماء والدابغ لاتنين يستعملوا في التطهير الدابغ لجلود الميتة والماء لتطهير البدن والتوت ماذا كده برضو؟ ولذلك قال في التحرير المطهرات أربع ماء وتراب ودابغ وتخلل شوف كلام مين صاحب كتاب التحرير؟ ها؟ لا سيدنا الإمامة بذكرية الأنصاري سيدنا بذكرية الأنصاري وعليه شرح الشيخ الشرقاوي مطبوعة على كتاب التحرير مطبوعة شرح الشيخ الشرقاوي اللي هو الشيخ عبد الله الشرقاوي كان شيخ الأظهر أيام الحملة الفرنسية كان هو شيخ الأظهر أيام الحملة الفرنسية وما عملوا أول مجلس نيابي في مصر الفرنسوية عينه الشيخ عبد الله الشرقاوي هو مسؤول عن المجلس النيابي وهو الشيخ عبد الله الشرقاوي قال للفرنسوية كده قال لهم اسلامه وقودوا البلد نسلم لكم القيادة ما يمناش احنا ما يمناش مين يا قودنا يهمنا يبقى مسلم فرنساوي فرنساوي بس اسلامه ونسلم لكم البلد فاستمرت حركة المقاومة وربك سبحانه وتعالى كسر نابليون ومشي وجاس الإيمان الحلب رح أتلك كليبر جامين وراح أتلم قال لأشهد والله إله إلا الله وراح متجوز واحدة وخلف وانه سمي يوسف فهمت ازاي فالعلماء كان لهم فهم ساقر في هذا الأمر فسيدنا الشيخ الشرقاوي ليه شرح على كتاب التحرير للشيخ زكريا الأنصاري عالم القرن التاسع الهجري رحمه الله الشيخ زكريا الأنصاري وفيه شارع اسمه عبد الله الشرقاوي جنبك فقال لك الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه مدفون جنب الإمام الشافر كان والي عالم والي مش عالم عادي كان عالم والي عارف بالله سيدنا زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا الله بك فقال لك إيه المطهرات أربعة ماء وتراب ودابغ وتحلل وتخلل تخلل وتخلل ماذا كده برضو؟ اللي يتخلل مثال للاستحاذ لكن أنا جبت لك أمثلة تانية زي دم الغزالة زي دم الزباء وازي وغيره قوله في ذكر شيء أي بالصريح في قوله وعظم الميتة وشعرها وعظم الميتة وشعرها نجس يعني إما يكون صريح أو باللزوم فيه حاجة اسمها لازم القول وفيه صريح القول ماذا كده برضو؟ يعني إما أقولك أما تسألني كم في جايبك من نقود؟ أقولك عشرة جنيهات يبقى بالصريح عربت أنه هم عشرة وبيلازم القول أنه هم أكتر من خمسة هل أنا قلت لك دول أكتر من خمسة؟ مفيش نقص صح؟ لكن ده اسمه لازم لزوم عقلي يبقى ده اسمه لزوم القول وصريح القول زي ما قلنا قبل كده فيه النص وفيه المفهوم والمفهوم قد يكون مفهوم مخالفة وقد يكون مفهوم موافقة يبقى زهدت ناس يقولك أنت ما عندك ش مفهومية يعني إيه يعني تفهم ما وراء النص ولا تقول لهم أقف ولا تنهرهما يعني ما تضربهمش من باب أوف إذا كان رب يقولوا لا تقول لهم أقف يبقى أفهم منها أن التضرب حرام أشد حرام وربك قال ما تضربهمش يبقى لا تقول لهم أقف يبقى بالمنطوق لا تقول لهم أقف ومفهوم اللب النهي عن الإذاء مطلقة بالمفهوم والضرب أشد إذاءا وإلاما من الأقف يبقى أشد تحريمة مفهوم موافقة أولو شفت بقى العرب حلوين إزاي والعلماء إزاي فهموك الدنيا لأن دي كلها نصوص قرآنية لازم تعمق اسلوب فهمك ليها عشان تفهم كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم وعشان كده طلب العلم أولى من صلاة السنة الراتبة شوف قد إيه طلب العلم المام الشفعي كان يقول كده يقول طلب العلم أولى من السنة الراتبة وكان فيه كثير من مشايخنا كان يسلم وما يختمش الصلاة ولا يصلي السنة البعدية يروح ملتفت ويعدي علم الناس يقول لك لأن تعليم الناس أولى من السنة الراتبة لأن تعليم الناس فرد والسنة سنة والفرق في السواب بينهم سبعين درجة فأنا ما أتلهيش في حاجة سوابها أقل وأترك اللي سوابه أعلى كنت بالك أي بالصريح في قوله وعظم الميتة وشعرها نجس وباللزوم كما في قوله وجلود الميتة تطهر بالدباغ أما يقول لك وجلود الميتة تطهر بالدباغ يبقى لازم القول أن جلود الميتة نجس هو قال لك جلود الميتة نجسة قال لك تطهر طالما قال لك تطهر يبقى بلزوم الأمر أعرف أن الجلود الميتة نجس خدت بقى لك بقى ازاي جمال الشيخ الشيخ بيحاول يفاهمك ازاي تفهم الحاجات الحلوة فانه يستلزم انها نجسة قبل الدبغ وقوله من الاعيان المتنجسة بيان للشيء المبهم ولو عبرها بالنجسة احسن شوفت الشيخ بيعبدل بيعبدل على ايه على الشارح يعني المحشي بيعبدل على الشارح فيقول هو بيقول متنجسة ليه ده المتنجس دي يعني كانت هي تهرة واختلف بها شيء نجس فتنجسة لكن ده هو بيتكلم على الشيء النجس العين مش متنجس بقى ده هو نجس العين هو انا اقوله على البول متنجس انا اقوله عليه نجس انما الماء المختلط بالبق ولو اقول عليه متنجس شكده برضو والشكده كان بيقول ولو عبره بقوله النجس كان احسن من انه يقول متنجس لا هنا ما قالش المحشي نحن المحشي اللي بنقراله الشيخ البيجوري الشيخ البيجوري لما يقول قاله المحشي يقصد ايه البرماوي يقصد البرماوي اللي هو حش على الشرح قبليه لو هو قال بنافظه المحشي يقصد البرماوي لكن هو هنا ما جابش سبت المحشي ده هو نفسه كلامه يبقى هو اللي بيعدل الشيخ البيجوري نفسه هو اللي بيعدل ولو عبره بالنجسة بدل المتنجسة لكان اولى لان ما ذكره المصنف هنا نجس العين تفهمت ازاي ولعله عبره بالمتنجسة شوف بقى هو بيعدل تمث له العذر بيقول لك طب وليه الشيخ عبر بالمتنجسة يعني هو فاتته يعني حتة دي ده كان شيخ اكبر مني ده عمته اكبر من عمتي وهو عايز يلتمث للشيخ العذر ليه الشيخ قال المتنجسة بالرغم بيقول لان هنا النجسة طرأت عليها بالموت ده هي طول ما هي كت على الحيوان والحيوان صاحب يجري كانت صهرة لما مات طروق الموت عليها نجسة فصرت متنجسة بالموت شوفت الجمال بتاع الشيخ بقى يبقى ده عنده حق والثاني عنده حق مش مفيش حد غلطان لكن هي من خلال وجهات النظر المختلف فيين فما تتسرعش تقول اخطأ الشيخ وكان الاولى لا ما اخطأش الشيخ الشيخ نظر للامور من جهة وانت نظرت لها من جهة ودي صح ودي صح ولو عبر بالنجسة برى للمتنجسة لكان اولى لان ما ذكره المصنف هنا نجس العين ولعله مش عايز اقول خطأ بقى ولعله عبر بالمتنجسة لتروي النجاسة عليها بالموت لانها كانت طاهرة في الحياة واضح كده على ان جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجسة جلد الميت شبيه بالثياب المتنجسة بجامع ان كل يطهر بما يعتبر في تطهيره فالثوب المتنجس يطهر بالماء والغسل وجلود الميتة تطهر بالدباس فيبقى شبهة الثوب المتنجس تعلمت ازاي وفي كلامه حذ الواو مع ما عطفت والتقدير في ذكر شيء من الاعيان المتنجسة واحكامها يعني ما مش بيكلف الاعيان المتنجسة ولكن دواء يتكلم على احكامها كمان فحذف الواو حرف العط وحسب كمان المعطوف على انك انت حتفهم واخد باك لانك المقصد الاختصار فان قوله يطهر بالدباغ حكم من احكامها وقد يقال يغني عن ذلك قوله وما يطهر منها بالدباغ فان المقصود من ذلك الحكم كما لا يغفر قوله وما يطهر منها بالدباغ أي وذكر ما يطهر من الاعيان المتنجسة بسبب الدباغ وقد ذكر ذلك بقوله وجلود الميتة تطهر بالدباغ وقوله وما لا يطهر أي وذكر ما لا يطهر منها بالدباغ في انواع لا تطهر بالدباغ لانها نجسة مغلظة ينفع لأي كلب مي تاخد جلده أطهره بالدباغ واستعمله لا يبقى في بعض ميتات لا يطهر جلدها بالدباغ وهي الميتة المغلظة كالكلب والخنذير وما تولد منهما أو من أحدهم وقوله وما لا يطهر أي وذكر ما لا يطهر منها بالدباغ وقد ذكر ذلك بقوله إلا جلد الكلب إلى آخر كلامه قوله وجلود إلى آخره وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ الواو في الواو في ذلك وفي نظيره للاستقناف يعني ما يقول إيه وجلود الميتة تطهر بالدباغ الواو دي يسموها عطفة طب يعطي فيها على إيه ده لسه داخل في الموضوع لا فيش عطفة يسموها واو استقنافية واو استقنافية فالواو قد تكون للاستقناف يعني استقناف موضوع جديد ما أخذ بالك إزاي زي ما نقول إيه وإحنا النهار ده بقى إن شاء الله حنتكلم على كذا وإحنا ابتدنا بالواو قال الله عطفنا على إيه دا بداية الكلام يبقى استقناف الواو هنا استقنافية مش كده برضو وأحيانا تبقى الواو عطفة تعطي بجملة على جملة أو لفظة على لفظ وأحيانا تكون الواو للقسم تقول والله مش كده برضو والله دي وول القسم ويأتي بعدها الاسم مجرور ولا تدخل إلا على الاسم إنما واو العطفة تتعطي في الفعل وتتعطي في الاسم يأكل ويشرب مش كده برضو ممكن تتعطي في الفعل على فعل مش برضو كده لكن واو القسم متخشش إلا على الاسم تقول إيه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها كلها واو قسم تبت بالك واللي يأتي بعدها مكسورة على طول يبقى الواو لها أحوال كثيرة في العربية قد تكون عطفة قد تكون استئنافية قد تكون للقسم وواو القسم تعمل حرف جر يعني حالها أنها حرف جر وجلود الواو في ذلك وفي نظيره للاستئناف والمصنف يستعملها كثيرا كما سيأتي المصنف مين القادي أبو شجاع لما يقول المصنف القادي أبو شجاع لما يقول الشارح يبقى ابن قسم الغز ما بتبالك كما سيأتي في قوله وفروض الوضوء إلى آخره ويجيب بابتاني يقولك ونواقب الوضوء كل دي هو ووات استئنافية والأغسال المسنونة إلى آخره وهكذا وخرج بالجلود غيرها كالشعر لما يقولك وجلود الميتة يتفر بالدباغ خرج الشعر فلا يتفر بالدباغ على المعتمد على الشعر لا يتفر بالدباغ على المعتمد لكن يعفى عن قليله يعفى عن قليله وقيل أما يقولك قيل يبقى دواده ضعيف تهمت إزاي؟ لأنه يسموها صيغة صمريل أو يسموها صيغة ضعيف فما يقولك قيل يذكر يحكى يقال وقيل هذا دليل أن القول ده قول ضعيف يعني بيقوله لك بس لكن ما تعملش به كأنه بيقوله لك من باب العلم بالشيء وقيل يطهر تبعا وإن لم يتأثر بالدباغ كدن الخمر فإنه يطهر تبعا لها يعني القول الثاني الضعيف ده اللي قالك إن الشعر يطهر تبعا لطهارة الجلد المتصل دي قاسوا على إيه؟ على برميل الخمر برميل الخمر دي طول ما الخمر جواه من الجساء طب الخمر لما بتطهر بالتحخلل تحولت إلى خلل يطهر الدن نفسه اللي هو البرميل تبعا لطهارة فقالك ما كده برضو طالما إن الجلد ده متصل به الشعر إذا طهر الجلد يطهر الشعر تبعا له كطهارة الدن تبعا للخمر شفت القياس فردوا عليهم قالوا لهم إيه؟ ورد بأن الدن يطهر تبعا للضرورة لأنه لو لم يطهر لنجس الخل ولا ضرورة في الشعر فده يتمو قياس مع الفارق لي أنت إزاي؟ قال له لا وليه علشان كده قال له إن ده وجه ضعيف ليه؟ لأنه لما آس على حاجة آس على حاجة الحكم فيها ضروري والشعر هنا لا ضرورة في بقائه أصلا ممكن إزالته فإزاي تأسهلي على دن الخمر لي أنت كلامهم بقى؟ وعلى شك ده القول ده ضعيف ليه؟ لأنه قياس مع الفارق مش قياس مساوي أصلا القياس فيه قياس مساوي وفيه قياس مع الفارق فهمت إزاي؟ لما نيجي مثلا نقول إن الزكاة في النباتات أن تكون مقتاتة مدخرة يشترط في النبات أن يكون مقتاتا مدخرة والرسول صلى الله عليه وسلم ما جابش سبت الرز جاب سبت الأمح والشعير طب أنا دخل الرز أيسو عليها وقال لأقول إن الرز ده نبات لا زكاة فيه لأن النبي لم ينص عليه كالظاهرية الذين لا يعترفون بالقياس فهمت إزاي؟ إحنا نقول لأ ده الرز ده مقتات مدخرة زي الأمح بالزف يبقى البلاد اللي بتاكل رز زي البلاد اللي بتاكل أمح نقول لهم عليها زكاة فهمت إزاي؟ يسمونه قياس مساوي لأنه متوفرة فيه كل الشروط الموجودة هم نيجي نقول مثلا الخمر مسكر والخمر هو منقوع الطمر صح? طيب لو جبنا تفاح وعصرناه وخمرناه يسموه كنياك مش كده برضو؟ أو واسكي يباين حاجة كده يعني يعني يسموه اسم تاني ما يقولوش عليه خمرة يعني حتى الخمورجية يقوليش علي خمرة يقولك ده مثلا واسكي ده كنياك ده كذا يعني كل حاجة ليه هيئس فنقوم نقول إيه؟ إن ده له حكم الخمر بجامع الإسكار فهمت إزاي؟ يبقى يحرم برضو سمي ما تسمي بقى ما تفرقش معايا الأسماء بيسكر ولا لأ؟ يقولك بيسكر يقولك بجامع الإسكار يفي كل يبقى يأخذ حكم الخمر مهما تعددت الأسماء فهمت إزاي؟ سميه مية ما الخمرجية يقوله عليها مية مش كده برضو؟ بس مية تسكت خلاص يبقى تحرام يقولك هتحرم المية؟ قل له قال مية اللي تسكر أقوله المية اللي تسكر أحرام يبقى إيه يسموه قياس مساوي قياس مساوي لكن أنا لما قاس الشعر على دن الخمر ده مش قياس مساوي لأن دن الخمر احنا قلنا يطهر للضرورة لأنه مش ما قولا ما تطهر الخمرة أقول إن الدن نجس قم يبدأ المتنجسة لأنها ملاسقة بنجس تموه كده يبقى عمرنا ما هنتهر الخمر بقى لأن الخمر سائل محتاج الوعاء مش حاجة صال بعضة راشلها وانقلها ده حاجة سائلة محتاجة الإناء فلحاجتها للإناء لكونها سائلة صار هذا بروري وإحنا عيلين إذا تعثر الأمر تيسر الحكم إن مع العسر يسرى المشقة تجلب التيسير من دمن الأصول المذاهر والقواعد المستبعة في الفقر فلما كانت المشقة تجلب التيسير فقلنا إن دن الخمر يتهر تابعا للخمر إذا تخللت للضرورة إنت عايز تقيس الشعر إزاي عليك الشعر لا برورة لبقائه فيصل إيه إزالته في إمتى الفقهاء بيفكره إزاي وإمتى يضاعف الرأي ده وإمتى مضاعفوش وإمتى بالقياس أي يفضل نجف باطنه نجف موتهر طالما تخللت الخمر وهي داخل الدن تهر الدن في إمتى إزاي لكن أنا لو نقلت الخمر ده من الدن ده قبل أن تتخلل يبقى الدن ده عايز الغس لا إنت فروة الخروف وفروة العجل بتاع العيد ده طاهر ده أنت بتتبغها للحفظ مش للتطهير للحفظ بس لكن إيها طهرة واضح خلاص لكن إحنا بنتكلم على الميتة وإنت بتاكل الميتة ده الخروف مش ميتة ده أنت الخروف ده بحت وطهرت زكيته تقيمت إزاي يبقى إحنا بنتكلم على جنود الميتة لحسن تروح البتر من الفروة اللي عندك إيها عليه شعب ما هو طهرت بالدباغ مش طهرة بالدباغ طهرت بالدباغ غلبس حزام مجرش حاجة طهرت بالدباغ خلاص ما هو لو ما دباغهوش حينثن لازم يدبغه عشان يوصل لك حلو ده لا ما هو الخنزير ده لا يطهر خالص ده ملوش حل ده ده رمي ده ما هو ما فيش حد لسه بيعمل المحافظ الخنزيرية بيعملوا محافظ من الخنزير ولا حاجة ما بيعملوش ده كان بيعملوا الليزار ده اللي هو الجلد الليزار اللي هو بيجي من السودان من التعابين ده جائز ما فيهوش حاجة لأنه طهرت بالدباغ طهرت بالدباغ إيه تعريف الميتة هي مأكولة اللحم إن ماتت حكفا فيها أو بغير زكاة شرعية أو غير مأكول اللحم ولو زكي يبقى ميتة يعني افرد أنا جبت أسد وروحت مكتفه من أيامه وقلت بسم الله وأكبر وروحت ده زكاة شرعية ميتة برضو لأنه لا يجوز أكله تهمت إزاي؟ يبقى غير مأكول اللحم ولو زكي زكاة شرعية برضو ميتة نجل لأنه هو غير مأكول اللحم أصلا ومأكول اللحم إن لم يذكى زكاة شرعية بقى ميتة ماتة حكفا فيها واخد بقى لك أو وقع مثلا متردية أو نطحته كالنصيحة واخد بقى لك نطحته معزة ولا بتاع جدي فمات بالنطح كل ده يبقى ميتة خلاص قوله الميتة إنما عبر بالميتة نظرا للأغلب أو المراد الميتة حقيقة أو حكما فلا يرد ما لو سلخ جلد حيوان مع بقاء حياته فإن ذلك نادر أو حيوانه في حكم الميتة يعني أنا جبت مثلا أرنب في حال حياته واحتسالخ جلده في حال حياته يبقى ده ميتة بقى لأن ما زكتوش لهمت إزاي والحيوان اللي مات بعد السلخ ده ميتة بقى ده زكيته بالزبع يعني أنا واحتسالخ جلد الأرنب وما زبحتوش أصبح الجلد ده ناجس لأنه ميتة وأصبح الحيوان المتبقي بغير جلد ده حيموت حتفى أنفك بسبب تعرضه للجو والنزيف اللي حيحصل فيه يبقى ميتة برضه ما ينفعش أكله ولا عمل العلم الملوخي يوم ها؟ لا ما هو ده الشعر ده بيستثنى معفو عنه الشعر بتاع الصوف عشان بيغزوجه صوف يقف عنه للضرورة لأن القعدة ما انفصل من الحي له حكم ميتته قطعنا مثلا لية الخروف ما ينفعش البخ لأنها بقت ميتة ما طهرتش تهمت إزاي؟ مع أن الخروف مش هيموت بقاطع ليته يبقى مقطوع اللية فيه بعد خرفان تيجي لك ده مقطوعات اللية لا يجوز التضحية بها لكن يجوز أكلها لحمها لكن التضحية بها لا ليه لا ينقصها من مأكول أي شيء ينقص الأضحية ويكون هذا الشيء الناقص مأكول يدر في التضحية إن كان غير مأكول لا يدر كان يكون مثلا إيه أرنها مكسور تامشي لأن الأرن محدش بيكسر لكن ودنها مأطوعة ما يمسعش لأن فيه ناس يحب تأكل ودن إيه للأضحية لكن المصريين مش غويين لكن فيه بعض البلد يحب يشوحوها كده ويحمروا ويكلوا بيقولك حلوة أو لكنها مأكولة في بعض البلاد بيأكلوه فيبقى مقطوعة الأذن لا يجوز التضحية به حتى في البلاد التي لا تأكل الأذن يفضل الحكم مستقر مش نقول طبعا ما ينفع نعملها بقى في مصر ما احنا في مصر وبنأكلش الأذن لا لا يجوز التضحية به فهمت إزاي؟ العوراق برضو كل حاجة يؤثر في اللح العوراق ليه يقولك العوراق ليه ما تضحيش بيها عشان وهي ماشية كده شايفة من ناحية دي ومش شايفة من ناحية دي فتأكل العشب للناحية دي وما تلكش للناحية دي فتلاقيها ممكن تجوع لأن الناحية اللي ماشية فيها ما فيهاش عشب فتروح جعانة تبقى هزينة إنما اللي ليها عمتين شايفة هنا وهنا فتأكل على التصفين يهين؟ فتلاقيها لحمها جامل عشان كده العوراق يقولك لا والحولاء والتولاء المتولى يقولك معزة متولى التولاء التولاء يعني ايه؟ يعني هتلاقي كل الغنم بيجري على المرعى يأكل وهي سايباهم بتلعب في حطة بعيدة للأكل. تقول لها أنت مالك مطهولة كده ليه فتلاقيها هزيلة. كل الغنم يرجع شبعان وهي راجع جعان. ترتبقى لك حتى لما يشتمح واحد يبقى ماشي كده مش يواخد باله من هدفه. فأقول أنت مطهول كده ليه زي الغنم اللي هي ايه يسموها تولاء. كل ده هتلاقيه باب الاضحية ان شاء الله بعد عمر طويلة لما نوصل. الهدف مش أننا نوصل لأي باب والله الهدف أننا نعرف إزاي نفكر وإزاي نفهم وإزاي إما نقرأ الكلام ده نعرف دقة العلماء نقوم تعط ثقتنا في تراثنا اللي كل الناس يقول لك بلاش الكتب السفرة دي كتب السفرة ايه أنا عايزين حاجة مطبوعة جديدة مطبوعة ما هيقطعك من تراثك وحتبتدي أنت من أول وجديد قسمت علشان تبقى راجل مجتهد. لازم تدري في السابق وتبني اجتهادك على السابق. فلما يقطعك عن السابق ويفهم فهمه ثم هتفضل في اجتهاد الشرعي ازاي. هتعتمد بقى على نفسك متى لازم تشوف اجتهاد السابقين. يبقى لازم يبقى ليك علاقة بالتراث القديمة. لابد تفهمه وتدرسه. فبيقول لك فلا يرد ما لو سلخ جلد حيوان مع بقاء حياته فإن ذلك نادر ويبقى يسموها ميت حكما مش حقيقة. او حيوانه حيوان المسلوخ الجلد يعني في حكم الميتة أيضا. كلها بالرفع توكيد للجلود. وليس بالجر توكيد للميتة. يقول لك وجلود الميتة. تقول كلها ولا كلها. انت بتأكد الميتة ولا بتأكد الجلود. لا بأكد الجلود. بقى كلامي على الجلد. مش كلامي على الميتة. فطرما بأكد الجلود يبقى مرفوعة زيها. أقول وجلود الميتة كلها. لو قلت كلها يبقى بأكد الميتة. لكن انا بأكد الجلود. لان كلامي على الجلود مش على الميتة. مش كده برضو. إنما عبر بالميتة كلها بالرفع توكيد للجلود وليس بالجرد توكيد للميتة لألا يتكرر مع ما بعده وقوله سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره يعني وغير مأكول اللحم وقد أخذ الشارح ذلك التعميم من جعل الإضافة في جلود الميتة للاستغراق جلود الميتة يعني الإضافة هنا مش جلود الميتة دي مضاف إليه وجلود مضاف والميتة مضاف إليه فالإضافة هنا للاستغراق عشان تستغرق كل أسناف الميتة يسموها إضافة للاستغراق يعني تستغرق كل الأنواع اللي تحتها ومن الاستثناء أيضا في قوله إلا جلج الكلب إلى آخره فإنه معيار العموم يبقى عرفنا أن الإضافة هنا إضافة للاستغراق يعني للعموم إيه إن أولا جاء استثناء بعدها والاستثناء معيار العموم طالما استثنيت يبقى أنا كنت أريد العموم فاتطريت أن أنا خرج من بعض أفراد العموم الخصوص فهمت إزاي؟ يبقى ده دليل التخصيص فطالما خصصت يبقى اللي كان قبليه كان عام فهمت إزاي؟ يبقى معيار الإضافة منها للعموم هنا عرفناها منين؟ من التخصيص من الاستثناء بعدها ده إن الاستثناء معيار العموم تحط كده لفظه وتهمها قاعدة عامة في الفقه كله دي قاعدة كل ما يقابلك قاعدة كده تطلعها وبعد كده تعمل رسالة ماجستير القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب البيجوري على ابن قاسم الغزي تلاقيها في الأخر حوالي 150 قاعدة مثلا تعمل بها رسالة ماجستير وتنايشها في كلية الشريعة في اسم الفقه المقارنة أخذ بقى تطلع علم كل ما تقابلك كده قاعدة زي يدي يقول لك والإيه الإضافة للعموم وعلامة الاستغراق اللي هو العموم الاستثناء بعدها يبقى الاستثناء معيار العموم قاعدة صدري فإنه قوله إلا جلد الكلب إلى خير فإنه معيار العموم لأن الاستثناء بمعنى أنه لا يكون إلا من عين يعني الاستثناء لا يكون إلا من عين لأن في حاجة اسمها العام والخاص وفي حاجة اسمها المطلق والمقيم في وصول الفقه فمن علامات العموم الاستثناء زي ما حيجي لك برضو في ألفاظ بالعموم زي كل دي من ألفاظ العموم ولكنها قد تخص قوله تطهر أي ظاهرا وباطنا والمرد الظاهر ما ظهر من وجهيه وبالباطن خلافه يعني إيه باطنا يعني لو شقتها الطبق اللي بين الظاهر والباطن دي الطبق اللي بينهم دي تبقى برضو تطهر بالرغم ما ما استهاش الدباب لا تطهر يعني لو شققت منك ما تبقى برضو تطهر صلي عليها برضا خلت بالك زي ما جراش حاجة كيف حاجة أمطلوك أي ظاهرا وباطنا والمرد الظاهر ما ظهر من وجهيه وبالباطن خلافه وهو ما لو شق لظهر وقيل الظاهر ما لاق الدابر والباطن ما لم يلاقه وعليه جرى المحشي اللي هو مين بقى البراماوي صلى ما قالك الشيخ البيبول المحشي يقصد البراماوي تابعا للشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني لأن الخطيب الشربيني ليه شرح اسمه الإقناع على متنى أبي شجاع كان مقرر في الأظهر زمان في سنة وأظهر أيام ما كانت تعليم تعليم وفي بقى اسمه الإقناع على متنى أبي شجاع للشيخ الخطيب الشربيني وهو بعيد والمعتمد الأول بدليل قولهم إذا قلن بطهارة ظاهره دون باطنه جازت الصلاة عليه لا فيه فإن ذلك يصدق بما لو صلى على كل من وجهيه قال الزركشي فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط فيه والمعتمد الأول إنه يدفر ظاهره وباطنه سواء ما لقى الدابر إلا باطننا بدليل قولهم إذا قلن بطهارة ظاهره دون باطنه جازت الصلاة عليه لا فيه فإن ذلك يصدق بما لو صلى على كل من وجهيه قال الزركشي فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط يغلط فيه وعلم يغلط الحكاية دي إنه لازم يصلي على الوجه اللي يلاقى الدابر ما يصليش على الوجه الثاني لا قال لك لا ده بيغلط فيه كثير من الناس صلي على وجهيه واخد قال لك إزاي ما يدرش حتى على الوجه الذي لم يلاقى الدابر طالما طهر بالدبار يصير كثوب تنجس وعلم أن الجلد بعد دبغه يصير كثوب تنجس لملاقاته للدابر النجس يعني الجلد بعد دبغه هو قبل ما يدبر كالنجس العين بعد ما دبغه صار متنجس بالدابر لأن المادة الدبغة دي جات قبلت الحاجات العفونة والعفونة دي نجسة فتنجست بها ولكنها هي في نفس الوقت عملت في الجلد فخليته بقى ماسك نفسه طهر في الحالة دي لازم الجلد بعد الدبغ تغسله بالمية لأنه صار كثوب المتنجس فبعد ما تدبغه فصله مية اشتفه بالمية عشان يطهر بقى يطهر كمانا تفهمت ازاي؟ قالي معنى كلا مشي واعلم أن الجلد بعد دبغه يصير كثوب تنجس لملاقاته للدابر النجس أو الذي تنجس به فلا يصلي فيه ولا عليه قبل غسله احنا عندنا ما ذهبنا أنك تصلي فيه وعليه تصلي فيه وعليه فيه يعني تلفه على على جسر قدي تصلي فيه واخد بقى لك تعمل تعمل بالتو جلد تعمل بالتو جلد وتروح لابسه ونصلي فيه يمس الزايا ما يجرىش حاجة بس بشرط تغسله بعد ما يدبه تغسله بعد ما يدبه لأنه هو بعد الدباغ صار كثوب المتنجس لأنه تنجس بالدبغ نفسه اللي اختلط بإيه بالأوساخ النجس اللي كانت فيه قبل أن ينظر ما ينفعش ما ينفعش أصله هو قبل الدبغ لو غسلته فارق لسه نجس العين ما هو مش حيطهر إلا ما يدبغ ده سؤال مش فقيت مش هتزول يعني النجاسة العين مش هتزول بالماء اللي يزلها الدبغ فاتبالك الدبغ الدبغ هو ده اللي يزل فالدبغ يروح يزلها لكنها بقيت متنجس عشان كده قال لك إن الخمر عشان تطهر لازم تتخلل بنفسه بدون إضافة شيء فيه لأنك لو رمدت فيها شيء الشيء ده وهو عايم فيها تنجس به وصار متنجسا ورقت في أعضاء تهمت إزاي وبعدين رح واخد الخمرية اللي فيها وحولها إلى خل فصار خل متنجس على شكده القمر لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسه خللت بنفسه لكن تخللت بشيء أضافتوا عليها بقت إيه خل متنجس تهمت القصة بقى وعشان كده كان يقول لك خلتها خل يعني بوصها علينا بوصها علينا لما حاجة تبوزها لأن كان زمان الأمثلة دي بتيجي من علماء درسوا في الأظهر كان أجدادنا كلهم عاما مدرسين في الأظهر كل واحد فينا كده دوت رائع جده كان عاما ولا بقوا درسوا الأظهر حفظ القرآن وشيخ لبيت صح ولا لأ إحنا اللي خبنا لأن تعلمنا على إيه على اللورد كرومي لكن أجدادنا الحمد لله كان ربنا الكريمهم كان لسه الأظهر بخير فكان الناس بقى العوام كده تلاقي كلامهم كده في شميمة الفقر يقول لك إيه خلتها خل يعني إيه خلتها خل يعني رميت في الخمرة حاجة بوصها إحنا كنا حنسبها لما تتخلل لوحدها نستفيد بيها أنت كده خلتها خل بقى متنجس نرميه يعني بوصها هذه معنى خلتها خل شوكت جاية منين من حكم فقر زي برده وقال لك ما يعرفش كوعه من بوعه كان جد أنا كنت أسمع جد يقول لي كده الله يرهب يقول لك ده راجل ما يعرفش كوعه من بوعه إحنا الوقت نقول ما يعرفش راسه من رجليه هي نفس المعنى الكوع اللي هو ده هو اللي هي العظمة دي اسماء الكوع والبوع اللي هي العظمة الكبيرة اللي في الرجليه اسماء البوع فيقول لك ما يعرفش كوعه من بوع يعني ما يعرفش راسه من رجليه بس كانوا يقولوا الكلام ده ليه لأنهم فقهاء فقهاء فإنهم لا تفهم شيئاً، ما يعرفش الألف من كوز الدور كما يقول. بالدباغ لو عبر بالاندباغ لكان أولى. شكت كلامهم جميلة أو والله إذا طالب. عندهم حس لغو يعني. يقول لو قال بالاندباغ كان أحلى بدل ما يقول بالدباغ. لكان أولى لألا يوهم اشتراط الفعل. أصلي في فرق بالاندباغ وبالدباغ. الدباغ دل على إن في فعل فعلته أنت بالقصد عشان تدبغ دي. إنما إفرد أنت رميت الجلد كده وجاه وكتت أنت حاطت مادة دبغة فوق الدولاب. فبيفتحوا الدولاب بيهزوا كده راحت المادة دي وقيت لوحدها وأنت مخدتش باله. فاندبغ لوحده يصفر برضي. يعني لا يشترط القصد. هو عايز الشيخ يقولك إنه لا يشترط القصد. لحسن تفتكر إنه بالدباغ هنا يعني تفتكر إنه لا يصفر إلا بقصد الدباغ. فلو لو اندبغ بنفسه وخبالك إزاي بدون خصد تفتكر إنه لا يصفر. لا ده هو كان حق يقول بالاندباغ عشان يدخل النوع ده كمان. شفت الدقة بتاعته؟ لو عبر بالاندباغ لكان أولى لألا يوهم اشتراط الفعل. اللي هو القصد يعني. مع أنه ليس كذلك فلو وقع الجلد على الدباغ وبالعكس فاندبغ طهر برضي. سهمت إزاي؟ سواء في ذلك أي في الحكم بطهرة الجلد بالدباغ ولا يخفى أن سواء خبر مقدم. وميتة مأكول اللحم وغيره مبتدأ مؤخر. والأطل ميتة مأكول اللحم وغيره سواء. يعني هو بيقولك وسواء ميتة مأكول اللحم يعني حقها تبقى ميتة مأكول اللحم وغيره سواء. فقدم الخبر على المبتدأ. انت إزاي؟ قدم الخبر على المبتدأ. قوله ميتة مأكول اللحم كميتة الشاه والخيل يبقى الخيل مأكول اللحم تفهم من كلام الشيخ ان الخيل مأكول اللحم كثير من المسلمين ما تعرفش انه ممكن تاكل لحم الخيل كله وديل وعملوا مناش اه ايه اه اطبع بس يعني حرام ليه اسراف ليه بقى هو ليه انت مش مشهور اكل الخيل لان الخيل الاستفادة به اعلى من اكل لحم فلو حتتبعه حتلاقي ثمن كيلو يوصل 40 50 جنيه و 100 جنيه مثلا طب مين حيشاري كيلو لحم الخيل يعني ب100 جنيه حيبور عند الرجل فيخليه خيل يستفيد بياحل فانت الزاد لكن كان الصحابة احيانا في بعض المعارك كان يقل الزاد بتاحهم فبدل ما يموتوا جوا يتبحوا خيل يأكلوا فانتباجات ازاي ممكن يحسن لا الحمر الوحش الحمر الوحش اللي يجد اكله اما الحمر الاهلية نهى عنها صلى الله عليه وسلم حس لو النبي صلى الله عليه وسلم اجازة اكل الحمار الاهلي كان زمان انقرد من زمان لانه ثمن ورخيص فكل الناس ستتباحوا وياكلوه غلبان بقى ثمن ورخيص هتلاقي الكيلو يقف عليك مثلا بسبتة جنيه خمسة جنيه لما تقسم ثمن يعني على الكيلوهات اللي هتطلع منك فهتبص لقى كل الناس تجيب شمس البحر فتخلص الحمين في حين ان استفدتها اعلى غلبان تحط حق يستيقف يقضي ما يشيل ما يقولش لأ يبقى هو استفادة بيه كحمولة اعلى من اننا ناكل لحم فنهى النبي عن اكل الحمر الاهلية واجازة اكل الحمار الوحشي لان الحمار الوحشي لا منفع منه ده وحشي طايحت الغابة كده وقعد يجي متعرفش الكبر فاجازة اكل الحمار الوحشي لا عشبي برد عشبي حمر الوحشي اه تكلها اخبت خطر ما يجرىش حاليا ما يدور حتى لو مش مخطر للمهم يبقى وحشي فيه حمر وحشية من القطر ما يجرىش حاليا يسموها زبرة تروح كينيا تلاقي في المطاعم حطين كده لحم حلو اول حطف عليه زبرة يعني حمر وحشي وماشي وجميل وتاخد اللي انت عايزه مني واخد جوز اكله كينيا مسلمين على فكرة ناس مسلمين وعارفين انها جائز اكلها عشان كده بيحطوها عندهم غباط كتيرة ومليانة حمر وحشي يستضوها وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة الصفحي مروحشي واكلوا الصحابة وفي البلاد كذلك طالما ما اعنوش على صيده ولا اشاروا اليه يجوز اكل الصيد ان لم تعن عليه ولا تشر اليه ولا يحل الصيد للمحرم ولا الاعانة عليه مش حرم عليكم صيد البرد ما دونتم حرمة يبقى لا يجوز انك تاكل صيد البرد طالما انت محرم لكن افرد واحد اصطاده وبيدون انت ما تشاور له عليه ولا تعينه عليه يعني تناول له السهم موجه الصحابة شاف حمر وحشي وما كانش محرم الصحابة كلهم محرمين فايه كلهم بصوا الجهة بتاع الحمار ما يقصولوش يعني يقولوله هاي هم زي اي انسان عادي يبص على الحاجة اللي بتتحرك قدام فهما لما شافهم بصوا بص كده لقى الحمار وهم ما كانش واحد فركب الفرس بسرعة عايز اصطاده وقع من القوت فقولهم لو لهون يقلوا له لا والله لان لو اعنوا مش هيكلوا منهم لو اعنوا فراح نازل تاني وراح واخدوا واستطادوا فكلوا منهم شبت الصحابة فقهاء ازاي فقهاء كبار تقرى الحديث ده فطهي مسلم واخد بالك ها مأكل اللحم اما يكون منصوص عليه واخد بالك ازاي او يكون وغير مأكل اللحم او يكون غير منصوص يكون برضو منصوص عليه الرسول صلى الله عليه عن كل دي مخلب وديناب يبقى كل حاجة مختارسة هرام اكله واتضح ان فيها حكمة كبيرة عارف مرض دنون البقر جاملين ان حولوا الحيوانات العشبية الى حيوانات تاكل الدم فلما تحولت الى اكل الدم تغير لحمها فبقت بتمرد فبقت تجيب مرض جنون البقر تهمت ازاي فكأن الرسول او دي معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هي ما يمكن الناس ما اكتشفتاش لما خمس ست سنين مثلا ممكن مش عارفوها حكمة ليه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى امته على لسان رب العالمين سبحانه وتعالى في شريعته في الغراء من اكل كل دي مخلب وديناب اتضح في الاخر انها مضرة بتاعمل جنون البقر ما اخذ بالك ازاي يبقى كل دي مخلب وديناب ده يجوز اكثر طب افرد طلع لنا حيوان ما كناش نعرف وعشبي زي الكنغر كنجارو كنجارو ده ما شافوهوش الا لما فتحوا الصورة دي واخد بالك طب قال يجوز اكل الكنجارو قال لي لا يجوز نبتدي نعرضه بقى على العربي لا يقولك نعرضه على العربي اللي هو مؤتد للتضاع اذا استأنفه واستقذره يحرم واذا لم يستقذره يجوز اكل تفهمت ازاي بشرطي يبقى عربي معتبي للطباع يعني عربي مش جعان ومش عايش في البرية ما دول بيأكلوا الضب تقرف من الضب صح لو شفته تقرف منه معلش نخلي يوم الدرس الاقامة بعد نص ساعة بس يوم الدرس معلش يعني انا اخذ عشر دايل ايه لا كده غلط بيبقى على فكرة مضر مضر صحيا ما هو ما تكلوش ها حاول بقى بقدر الامكان القائم المفروض الناس القائمين عليها من المسلمين يتقل لها في صحة المسلمين وقت بالك والله كل ما تقدر تتجنبه يبقى أحفر هم بيجبوا العظام دي منين؟ من السلخانة ولا بيجيب عظام حمير ميتة يعني استعني بقى يعني هل هو بيجيب الحاجات دي نجسة ولا حاجات طهرة ما لو عظام حيوان مأكول اللحم بعد زبحه يبقى ده بيستعمل أكل طاهر بس تكمنه حاجة حيوانية بيديها لطائر عشبي ممكن يعمله خلل لكن يبقى يجوز أكله بس مع كونه مضر على المدى البعيد فننصح بعدم أكله ولا نحرمه مولفقه يفكر بالطريقة لكن لو كان من حيوان غير مأكول اللحم أو عظام ميتة يبقى استعمل نجاسة فصار جلالة والجلالة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكلة لحمها اللي هو بينمو بالنجاسة حتى تحبسها وتطعمها طعام طاهر مدة كافية فيتغير لحمها وبعد أن تكل خدت بالك بديل يا حب هو المفروض نحن أقول لك المشكلة أن الوقت بسبب جهل المسلمين بأحكام دينهم أصبح أي واحد عايزة استثمر ماله بينطالة يقلد الكفار في استثمارات أموالهم فأتبالك إزاي فبيشوف المزارع في أوروبا بيأكلوا إيه وبيعملوا إيه عشان يربي لحم السرعة ويقلد ويعمل نسخة تبقى الأصل المفروض المسلم العالم بدينه اللي يريد أنه يتحرى الحلال في رزقه ولا يضر الناس بالبضاع اللي حيعرضها ليهم أنه هو ياخد الفكرة من الكافر المفيدة للمسلمين يمنع عنها الحاجات الخطأ في الإسلام وياخد الحاجة الكريسة لأن الحكمة ضلت المؤمن فالمفروض أن الناس القائمين على هذا يتعلموا الفقه ويتعلموا ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله علشان ما يضروش المسلمين لأن الوقت انتشر فشل كلوي ونسبة المنصورة في معهد المنصورة بتاكله أثبته في فترة أيام الفراخ المزارع أن اللي كان بتاخد هرمونات أن لها علاقة قوية وكبيرة جدا في نسبة كبيرة من الناس اللي جالهم فشل كلوي من أكله وإحنا بنلاحظ الوقت جثير من الشباب اللي متجوزين حديثا بيبقى عنده تأخر في الإنجاب ويجي يلف عند كثير الراجل كامل من ما جميع وما بينجبش ليه ما بينجبش تدور عليه تكشف هل تليس يليم؟ تسأله ويقول لك أستو من صغري بنكل الفراخ المزارع كل يوم أمه تعمله فراخ المزارع وتدينه نصف فرخة لما بقى جسمه مليان هرمونات بكمية تركيز عالي فعمل التصبيك للخصية فأصبحت خصيته ما بتمتكش كويس فبتبقى لك إزاي فكل الحاجات دي مضرة يعني تبص تلاقي الجدعة دي نقول له ما تاكلش الفراخ دي لمدة سنتين يجي لك بعد سنتين مرة تحامل وبقى كويس خلاص خسر بتحصل يعني بيبان مضار الحاجات دي كلها يعني وإحنا مش واخدين بانه فالمفروض أن الناس المسلمين القائمين على على الحاجات دي يتقوا الله في المسلمين إخوانهم لأن ولادهم بيأكلوا حتى لو كان مش هموا المسلمين ما أنت بيأولادك بساكل واللقائمين في المزارع برضو ما يرشش الحاجات في الحاجة المضرة واخد بقى زي ما بيرشوا البطاطس ويرش مش عارف إيه ويعرضها للناسة كلها يتسمموا يعني لازم نرجع تاني بتحري الحلال بنظرة جديدة للحياة مش حكاية مكتب وخلاص وجشع لا يعني المسلم لازم يكون عنده تحري الحلال ودي عبادة مهجورة في هذا الزمان من العبادات المهجورة تحري الحلال في الرزق واخد بقى لك إزاي فلازم الواحد يعين يرجع تاني زي ما كان زمان الصحابة واخد بقى لك إزاي يتحر الحلال في كل حاجة ما يهموش الكثرة يهمو يقولك دينار حلال أفضل من ألف دينار من حرام أو من شبهة فين بقى الناس النوعية الحلوة دي تتغير وجه الحياة عندنا هنقف على جملة بس عشان نقيم الصلاة فبيقول ميتة مأكول اللحم كميتة الشا والخيل وقوله وغيره أي وميتة غير مأكول اللحم كميتة الحمير والذئب دي غير مأكولة اللحم وكيفية الدبغ أي وصفة الدبغ المقصود منه فكأنه قال ومقصود الدبغ ولو عبر بذلك لكان أظهر لأن المتبادر من الكيفية أن يأتي بالدبغ ويضعه على البلد مثلا ليسه مراد يعني هو المراد يبين لك مقصود الدبغ إيه مش كيفيته هتعمل إيه مش هو بقى كتاب قبل نظيرة إزاي تطبخه لا ده ده كتاب فقر عايز يقولك مش كيفيته يقولك مقصود الدبغ فهيقول له وعبره عن مقصود الدبغ لكان أولى من تعبيري عن الكيفية سيئن الكيفية حقه يقولك المقدار والمدة ويقعد قد إيه ويتعرض للشمس ولا ما يتعرضش يبيد اسمها كيفية لكن هو قالك كيفية الدبغ ويكلمك على مقصود الدبغ فكان الأولى كان يقول مقصود الدبغ سيئن تزاي ده كلامه ونقف عند هذا إن شاء الله نكمل يوم السبس القادم وجزاكم الله خير اللهم علمنا اللهم فقهنا اللهم نورنا بنولي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسر أمورنا ويسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ويجبنا علمه وانصر الإسلام والمسلمين وأدل الشرف والمشركين واخذ الكفرة أعداء الدين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلن ذكره الغافلون وفلن ذاكم بخير شكرا لكم